أوصت دراسة حديثة المغرب بتوعية الفلاحين ومختلف العاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري بأهمية المحافظة على الموارد المائية خدمة للأمن الغذائي مع مراجعة السياسات التصديرية دراسة تتعلق بتشقيص مؤشرات الأمن الغذائي بالمغرب أبرزت أن المملكة بحاجة إلى دعم الفلاحين الصغار بالمبيدات الكيموية والتوجه بشكل أولي نحو إشباع الاحتياجات الوطنية وبعدها التفكير في التصدير نحو الخارج الدراسة التي أنجزت لصالح جامعة محمد الخامس بالرباط بيانت أن من الضروري توسيع المساحات المسقية خاصة في ظل شح تساقطات المطرية مع البحث عن مصادر مائية غير تقليدية لتلبية احتياجات الأراضي الزراعية الدراسة أوضحت أن المغرب يواجه تحديات عدة تعيق تحسين وضعيته الغذائية واستقرارها خاصة مع قلة الأراضي المزروعة وشح التساقطات المطرية واستمرار الجفاف بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان لذلك حاولت الدراسة تشخيص الوضعية الغذائية من خلال مؤشرات توفر الغذاء والحصول عليه واستخدامه مع تبيان معدل الاستقرار الغذائي الدراسة أشارت إلى أن المغرب يعرف عجزاً في توفير احتياجاته من الموارد الأساسية خاصة القمح والشعير والقطاني ما يدفعه إلى التوجه نحو الاستراد أما الوصول إلى الغذاء فهو أيضاً يعرف مشاكل في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض السلع الغذائية غير أن الغذاء المغربي متميز عن نظيره في المنطقة العربية والإفريقية الدراسة حددت مجموعة من التبريرات لارتفاع الأسعار منها ارتفاع ثمن المحروقات وقلة التساقطات وارتفاع عدد الوسطاء بين المستهلك والمنتج وارتفاع مؤشر التضخم مع ضعف المراقبة وفيما يتعلق بالعوامل الطبيعية رصدت الدراسة أن المناخ الذي كان في الماضي عامل استقرار أصبح اليوم مسبباً للأزمة وتدني الوضعية الغذائية من خلال إجهاد العناصر المتحكمة في الإنتاج حيث تصبح معظم الأراضي قاحلة في ظل التباين في توزيع الموارد المائية حيث تستقر غالبيتها في الشمال الغربي وحسب الدراسة فإن شح المياه في المغرب يظهر أنه كلما تم التوجه جنوباً كلما أصبح الفلاحون مطالبين بتعميق الآبار قصد الحصول على ما تبقى من المياه داخل باطن الأرض للحديث أكثر معنا الآن من الرباط مصطفى العيسات الخبير في المياه والمناخ أهلا بك معنا إذن بناء على الدراسة التي نشرناها قبل قليل كيف يمكن سيد مصطفى البحث عن مصادر مائية غير تقليدية لتلبية احتياجات الأراضي الزراعية في المغرب نعم قبل هذه الدراسة هناك دراسات كذلك للمندوبية السامية للتخطيط التي دقت ناقوس الخطر فيما يخص الوضعية المائية بالمملكة كذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدمت تقريراً مفصلاً السنة الماضية حول الوضعية المائية المقلقة في المغرب نتيجة عدة عوامل من بينها الجفاف الهيكلي الذي عرفته المملكة طيلة السنوات هذه السنة الأخيرة الذي أدى إلى شح في التساقطات المائية وكذلك انتقال المغرب إلى وضعية لإجهاد مائي غير مسبوك تطلبت استراتيجية وطنية دعا إليها العاهل المغربي لانكباب الحكومة على تنفيذ استراتيجية الماء الشروب والسقي 2020-2027 وتشريع جميع الأوراش للتحول إلى انتظار الأمطار وانتظار المياه التيادية إلى مياه متجددة ومياه غير التيادية كتحلية مياه البحر كالاعتماد على تطهير المياه العادمة لتوفرها في المجال الصناعي وفي مجالات كذلك سقي لمساحة الخضراء إذن اليوم الحكومة تسارع الخوطة من أجل تنسيل هذه الأوراش المائية التي يمكن أن تساهم في سيادة المائية وكذلك في سيق الأمن المائي الذي هو ولكن سيد مصطفى هل تأخرت الحكومة باتخاذ هذه الخطوات وزير الماء المغربي قال بأن المغرب سجل خمس سنوات متتالية من الجفاف يعني من المفترض أن تكون هناك الكثير من الخطوات قد تكون بدأت فيها المغرب بتطبيقها على أرض الواقع تحسبا ربما لما هو قادم وخصوصا أنه كما ذكرت ليست دراسة واحدة هناك العديد من الدراسات التي باتت تحذر من موضوع الجفاف نعم نتكلم اليوم عن مشاريع كان بإمكانها أن تنطلق إلى العشر سنوات الفارطة أيضا تتحمل المسؤولية الحكومات المتعاقبة في عدم تسريع أوراش مهمة كالورش للربط المائي بين الأحواض لليوم هذه الحكومة سرعت في الربط ما بين حوض سبو وحوض أبي القراق وهذه نقطة تحسب لها بفك العزلة المائية عن 12 مليون نسمة التي تم تحويل أزيد من 300 مليون متر كيب من حوض سبو إلى حوض أبي القراق لتزويد منطقة الرباط والضال البيضاء بالمياه الصالحة للشرب وسيصل هذا المشروع الطاموح الذي يطلق عليه الطرق السيارة المائية إلى ربط حوض أم الربيع بحوض تنسيفت وكذلك حوض في الشمال لإيصال المياه إلى مدينة طنجة في الأشهر القادمة هذه الأوراش هي الكفيلة بتحقيق العدالة المائية المجالية كما جاء في التقرير أن هناك إمكانيات مائية مهمة في شمال المملكة والوسط الغربي لكن جزء من الأقاليم الشرقية والأقاليم الجنوبية تعاني شحا وندرك كذلك في المياه مما استدعى إلى تعجيل مجموعة من المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر كمحطة أقادير الداخلة وكذلك الجرس الأصفر التي تغضي اليوم 30% من منطقة إقليم آسافي وفي انتظار تشييد محطة تحلية الماء الكبرى للدار البيضاء التي ستزود إقليم الدار البيضاء بالماء الصحي الشرب وكذلك بالمياه الصالحة للمجال الفلاحي بالإضافة لكل ما ذكرت البعض يتحدث أيضا عن أهمية التركيز على موضوع إدارة المياه هذه الجزئية برأيك ما أهمية التركيز عليها وهي مسؤولية من مسؤولية الفلاح أم مسؤولية الدولة أم قد تكون مسؤولية الجميع في ضوء المعطيات الأخيرة نعم كما ذكرت هي مسؤولية جماعية حينما نتكلم على ترشيد استهلاك الماء والحكامة المائية كما قال جلالة الملك أن تكون الحكومة واضحة وشفافة من خلال إعطاء المواطنين المعطيات الحقيقية التي تعيشها المملكة فيما يخص العجز المائي إذا انتهى فترة الترف المائي وعلينا اليوم أن نتعامل بمسؤولية كبرى تجاه التروى المائية التي ترتبط بالأمن الغدائي للمغاربة غير موقع مسموح باستعمال منتوجات مستنزفة للمياه وهناك نشوفوا القرارات الحكيمة للوزارة الداخلية التي أعطت مذكرتها لجميع الولاد لتوقيف استعمال هذه المواد المستنزفة للمياه كالبطيخ كأنواع من الفواكه في مناطق كازاكورا ومناطق الجنوب التي كانت تستغل المياه الجوفية في مثل هذه الزراعات كذلك هناك قوانين ارتبطت مؤخرا بإقفال الحمامات لأيام معدودة داخل الأسبوع لتوقيف سقي المساحة الخضراء بالماء الصالحة والمياه الجوفية والتحول إلى المياه العديمة في جزء كبير من المدن بتوقيف استعمال المياه الجوفية فيما يخص غسل السيارات وستتبعها قرارات كذلك حسب الظروف التي تعرفها الحالة المائية في بعض المناطق كذلك تم تخفيض صبيب المياه في جزء كبير من المناطق كسطات كمناطق الوساط للحفاظ على ما تبقى من المياه لأننا نمقبلون على شهر الصيف ومقبلون على الحاجة الملحة للمياه نعرف كذلك أن المياه السطحية لم تكن كافية هذه السنة فحالة لم تصل إلى 16% على المستوى الوطني للسدود مما يدفع إلى التفكير بستراتيجيات وسيناريوهات جديدة كالبحث عن موارد مائية جديدة المياه الغير الاعتيادية التي يمكن أن تكون الحل المستقبل للأزمة المائية المهيكلة التي لها ارتباط بتداعيات مناخية وبتطرف مناخي تعيشه المنطقة ككل المغرب جزء منها وبالتالي اليوم الدفع بهذه الأوراش الكبرى هي الحل الحقيقي لخلق التنمية المتوازنة والعادلة في مجالنا الفلاحي وتحقيق أمننا الغدائي بالمملكة أشكرك جزيلا شكر من الرباط مصطفى العيسات الخبير في المياه والمناخ شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك مصطفى العرب